اشتركوا في القناة من القضايا في علم الاجتماع طبعا ضيف اللقاء هو الأستاذ الدكتور مونير سعداني من تونس وهو أستاذ معروف لكن لا بأس من تقديم بعض المعلومات المختصرة عن سيرته العلمية طبعا الدكتور مونير السعداني هو أستاذ تعليم عالي في علم الاجتماع باحث بمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية بتونس هو رئيس تحرير المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية هو عضو اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لعلم الاجتماع عضو هيئات تحرير نشارية الجمعية الدولية لعلم الاجتماع Global Dialog ثم هو كذلك عضو الجمعية العربية لعلم الاجتماع وله العديد من الكتب والبحوث والدراسات من بينها تقرير الحالة الدينية بتونس ما بين 2011 و2015 استحالات المثقف والثقافة والممارسة الثقافية الرؤية والمدى حصاد نقدي للبحث في المخيال المجتمع المحلي والتنمية الاستراتيجيات والتحديات الطفل والممارسة الثقافية مقدمات في علم اجتماع الهوية كما شارك في الكثير من الملتقيات والندوات الدولية المتخصصة الدكتور كذلك هو محكم للكتب والمقالات وللمشاريع البحثية ولمنح الزملات لدى مركز البحوث في البحوث في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية وهران الجزائر وكذلك في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات والمجلس العربي للعلوم الاجتماعية والمركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا كما نضيف هنا إلى أن الدكتور مونير السعداني سبق له أن درس مقررين في علم الاجتماع في أكاديمية نماء للعلوم الإنسانية والإسلامية مقرر في مدخل إلى علم الاجتماع ثم مقرر في قضايا السوسيولوجيا مرحبا بكم دكتور وأنا جد سعيد أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أنا سعيد جدا أن ألتقيك ثانية سمير يعني ما ذكرته الآن من تأميني لبعض المحاضرات في مقرر علم الاجتماع أنت كنت من بين الحاضرين وأنا سعيد مرة أخرى أن ألتقي الأصدقاء من مركز نماء أنا أرى أن الأعداد بصدد التكاثر الآن فمرحبا بالجميع وأرجو أن نقضي وقتا ممتعا ومفيدا في نفس الوقت مرحبا دكتور وسعيد وتشرفت كثيرا بأن أكون من بين طلب المحضوذين للاستفادة من مقرراتكم إذن نبدأ مباشرة في الأسئلة المؤطرة لهذا اللقاء وسنبدأ بالأسئلة المؤطرة يعني للمحور الأول الذي يتحدث طبعا عن علم الاجتماع في البلدان العربية فكما هو معلوم دكتور فإن عدد من الدول الغربية المستعمرة قبل تدخلها العسكري بدأت أنشطتها الاستعمارية بعدد من الأبحاث والدراسات العلمية كان الهدف الرئيسي من هذه الدراسات معرفة تفاصيل حياة الشعوب المستهدفة لتسهيل التدخل العسكري فيها ومن ثم إمكانية السيطرة على تلك الشعوب لأن هذه الدول المستعمرة كانت تعتمد المعرفة كأساس للسيطرة إذن طبعا هذه الأبحاث التي قام بها لا تصنف بأنها ذات طبيعة ميدانية وذلك لكي يعرف ويجمع معلومات عن تفاصيل حياة الشعوب المستعمرة وسؤالنا كالآتي ما علاقة علم الاجتماع بالاستعمار وهل كان علم الاجتماع أداة لفهم الواقع أم أداة لإضفاء الشرعية على الاستعمار والتحكم في مصائر الشعوب شكرا لهذا السؤال هو سؤال في الحقيقة يتكرر كثيرا ولكن علينا في كل مرة أن نفكر فيه بطريقة فيما يبدو ليجب أن تكون مختلفة ولذلك أنا سأحاول تقديم مقدمة صغيرة ثم بعد ذلك أنتقل إلى إيجابة وحاول أن تكون مواكبة للمناقشات الدائرة حول هذه المسألة إذن هناك جانب أول يتعلق بما أسميناه في المقرارات إن كنت تذكر سمير التأسيسات المختلفة لعلم الاجتماع نحن تحدثنا عن أن ما يدرس عادة في الجامعات وفي الكليات هو بالتركيز على ما يمكن أن نسميه التأسيس الأوروبي لعلم الاجتماع أي التأسيس الفرنسي، التأسيس الإنجليزي، التأسيس الألماني إلى خير وربما في بعض الأحيان تأسيس البلجيكي، ربما في بعض الأحيان هو أننا عندما نذكر هذا المجال الجغرافي الثقافي والفكري الذي أسميناه أوروبا وعندما نذكر التاريخ الذي حددناه على أساس أنه الثلث أو الربع الأخير من القرن التاسع عشر نجد أنفسنا في سياق سياسي خرجت فيه القوى الرأسمالية من أوطانها من أمامها الأولى الأصلية في حركة استعمارية طبعا هناك تواريخ مختلفة ولكن بصفة عامة نحن نتحدث عن النصف الثاني من القرن التاسع عشر والثلث الأخير منه على الأخص بوصفه زمناء الاستعمار إذن هذا التزامن بين تأسيس العلم، علم الاجتماع وهذه الحركة السياسية العسكرية التي تسمى استعمار كان تزامنا غير منفصل عن توظيف أو محاولة توظيف المعرفة من أجل السيطرة وهو أمر بين القرن التاسع ليس غريبا المعرفة كانت دائما في جزء منها على الأقل في خدمة السلطة في خدمة مخططات السلطة وفي خدمة القوى الاستعمارية كانت هذه القوى موجودة في المجتمعات التي تجترح علوماً جديدة أو معارفاً جديدة وتؤسسها إلى خريطة طيب، هناك ملاحظة ثالثة هو أن المعارف السوسيولوجية التي طبقت مثلاً على المغرب الكبير تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، ليبيا إلى آخره وطبقت أيضاً على بلدان أخرى من المنطقة العربية نتحدث عن الخليج، نتحدث عن بلدان المشرق إلى آخره تسمى عادةً، وليس في هذه التسمية أي مناقفة، السوسيولوجيا الاستعمارية في معنى أنها سوسيولوجيا أنشئت في سياق الاستعمارية لا يعني ذلك أنها بالضرورة متوجهة توجهاً استعمارياً كاملاً في معنى أنها لم تنتج إلا معارفة استعمارية هناك الكثير من الأعمال الميدانية التي علينا أن ننتبه إلى أهميتها في محاولة تقديم معرفة بهذه المجتمعات التي كنا نتحدث عنها هناك جهد في اتجاه بناء نظريات هناك جهد في اتجاه اجتراح مفاهيم تساعد على الفاهم إلى خير الهدف النهائي بطبيعة الحال هو السيطرة هو إكساب الحضور السياسي والعسكري الفرنسي مثلاً في المغرب الكبير أدوات يتمكن من ورائها أو من خلالها أو بواسطتها من معرفة خصمه أو عدوه السياسي ومن ذلك أنه يمكنه من مفاتيح فهم كيفيات اشتغال هذا المجتمع في المسائل الدينية في البنية الاجتماعية في بنية السلطة في علاقات الجماعات الاجتماعية ببعضها البعض في علاقة المجموعات الاثنية ببعضها البعض إلى أخير إذن نحن إزاء نظام معرفي هو السوسيولوجيا الاستعمارية ضمن نظام سياسي واقتصادي وعسكري هو النظام الاستعماري بهذا التأثير بإمكاننا أن نفهم لماذا اتجهت هذه السوسيولوجيا هذا الاتجاه الذي حاولت فيه أن تبني معرفة تستخدم للسيطرة على المجتمعات التي كانت القوى السياسية الاستعمارية حاضرة فيها هناك بعض المسائل الأخرى التي علينا أن ننتبه إليها أيضا في نفس الوقت كان هناك نوع من الجهد الذي اشترحوا أبناء البلد بحديثتهم في تجاه استعادة بعض أزمة الأمور في فهم مجتمعاتهم بحديثتها في هذه الفترة التي نتحدث عنها بإمكاننا أن نجد كتابات لمؤرخين بإمكاننا أن نجد كتابات لجغرافيين بإمكاننا أن نجد كتابات لمفكرين بصفتنا عامة بل نجد أيضا كتابات روائية ونجد أيضا كتابات رحلة في تجاه أوروبا ومقارنات بين المجتمعات العربية مثلا والمجتمعات الأوروبية وهذا أيضا يمكن اعتباره من إنتاج المعرفة الاجتماعية بصفة عامة وإن لم يطبق المناهج والنظريات ولم يستخدم المفاهيم التي اعتمدت حينها في بناء أول المؤسسات التي اعتنت بتدريس هذا العلم الجديد علم السوسيولوجيا أو علم الاجتماع إذن نحن كنا في نوع من التضادد بينما عارفة يمكن أن تتفق في بعض المسائل كما يمكن أن لا تتفق فيها طيب أنا قلت سأقدم بعض المعلومات وهذه المعلومات التي قدمتها إلى حد الآن ربما تكفينا للقول أن الآن نحن بهذا النقاش في حقيقة الأمر نحن ننخارط في نقاش دولي وفي نقاش عالمي يحاول أن يراجع كيفية تأسيس هذه العلوم الاجتماعية لأن ما عشناه نحن مثلا في هذه المنطقة التي كنتم تتحدثوا عنها عاشته أيضا البلدان الإفريقية أو مناطق إفريقية كثيرة جدا وعاشته أيضا مناطق أخرى في آسيا مثل الهند أو غيرها أو الصين أو اليابان إلى خير وإن كان اليابان وضعها مختلف إلى حد ما لأنها قامت فيها حركة نهضوية قبل سيطرة القواء الأوروبية على المنطقة أو على المجال الحيوي الجغرافي اليابان إذن نحن ننخلط في نقاش عالمي حول هذا لماذا أتى كل هذا الكلام؟ لأن النقاشات العالمية الآن بين المعتنين بالعلوم الاجتماعية وبتوارثها تحاول أن تقرأ من جديد العلاقات ما بين المعارف المحلية والمعارف التي وفدت وتحاول أن توجد مقارنات بين مختلف هذه المعارف وعلينا أن ننتبه إلى هذا النقاش لأنه يمكننا من أن نفهم ما الذي يمكن أن تجنيه ثقافة ما أو حضارة ما أو فكر ما من تلاقحه ولو القسر العنيف مع معارف أخرى يمكن أن نعيد مرة أخرى الإلحاح على تسميتها بأنها معارف استعمارية هذا النقاش يجب أن يكون هادئاً ويجب أن يكون نقاشاً فكرياً عميقاً بحيث يعني نقارع بين المعارف نقارع بين الأدوات التي توفرت للباحثين خاصة أن مثلاً في المثال المصري وهو المثال الأبرز والأوضح كانت هناك بعثات يعني في اتجاه أوروبا البعثات العلمية التي كانت تسمى بعثات محمد علي ولكن في الحقيقة هي أوسع من هذا بكثير ولنا بعض الدلائل على أن بعض المصريين حضروا حتى دروساً لأوجست كونت مثلاً وهو الذي اشتهر بكونه سك هذا الاسم سوسيولوجي وإن كان هذه المعلومة خاطئة لأنها يعني كانت الاسم كان معروفاً قبله بخمسين سنوة يعني من سكه مانويل جوزيف دوسيس خمسين سنة قبل صدور دروس أوسع في الفكر الوضعي إذن أنا أدعو يعني إلى نقاش هادئ ولكن النقاش أيضاً يكون دقيقاً ويكون نقدياً في علاقتي هذه المعارف ببعضها البعض الآن مسلم به أن هذه السوسيولوجيا التي نتحدث عنها هي سوسيولوجيا استعمارية ولكن علينا أن ننتبه الآن إلى كيفيات توارث هذه المعارف كيفيات تخليصها من محتوياتها الاستعمارية وربما يعني إعادة تبيئتها في مساقي تطور المعارف بالمجتمعات لأن هذا هو المهم في نظري ملاحظة أخيرة قد أكون أطلت في الإجابة على السؤال الأول ولكن ملاحظة أخيرة يعني هناك نمط اشتغال لهذا العلم ساعد كثيراً على أن يتحول إلى ما أسميناه السوسيولوجيا كولونيالية وهو أنه علم يشتغل بطريقة يفكر فيها المشتغلون به على أساس كولي يعني عندما يتحدثون عن المجتمع يتحدثون على أساس أنه بإمكانهم أن يتحدثوا عن كل المجتمعات بنفس الطريقة وكأنهم يعلمون كل التفاصيل عن كل المجتمعات وكأن هذه المجتمعات لا خصوصية لها لا تواريخ ثقافية خاصة لها لا تواريخ ثقرية وسياسية خاصة بها ولذلك هذا الإدعاء الكوني في هذا العلم ساعد كثيراً على إكسابه هذه الصفة التي جعلته يقدم نفسه على أساس أنه معرفة بالمجتمع وبإمكانية تفسيره وبإمكانية تأويله وبإمكانية حتى استخراج ما يسمى بالقوانين في العلم والتي كانت تعتبر كونية أي صالحة لكل المجتمعات وبإمكانها أن تفسر كل المجتمعات عفواً على الإطالة ولكن هذه معطيات يمكن أن تساعد على أطلاق النقاش هي مقدمة توضيحة مهمة جداً لكي نسير بالنقاش إلى بر الأمان طبعاً ولكن هناك سؤال يفرض نفسها هل تمكنت العلوم الاجتماعية من تغيير تلك الأفكار والأحكام المسبقة والصور النمطية التي يحملها الغرب عن الدول التي كانت في الماضي خاضعة للاستعمار لأن المستعمر قبل أن ينطلق بترسانته العسكرية يكون أولاً محملاً بصور نمطية عن الشعوب المستعمرة في ظل ما يعرف بالمركزية الغربية فيعتبر أن تلك الدول متخلفة وبالتالي من الواجب أن ينقلها هذا المجتمع الغربي المتحضر إلى حالة المدنية وحالة الحضارة إذن هذه الدراسات حينما تمت هل غيرت هذه الصور النمطية التي يحملها الغرب تجاه البودان البستعمرة أم لا؟ نعم هذا السؤال مهم سؤال مهم ولكن مرة أخرى أنا أريد أن أدعو إلى مناقشة دقيقة لهذه المسألة يكون فيها سلاح النقد إن أردنا فعالاً في محاولة تمييز الأشياء عن بعضها البعض كل معرفة بصفة عامة وإن ادعت الموضوعية وإن ادعت القدرة على التفسير وعلى الفهم وحتى التنبأ في بعض الأحيان لا تتمكن بصفة مطلقة إن أردنا من التخلص من شوائب التفكير التي تأتي إليها من خارج المعرفة ومن خارج العلم هناك دائماً بعض المسبقات بعض الاعتقادات بعض الأفكار التي يمكن أن تكون ذات طابع أخلاقي كما يمكن أن تكون ذات طابع ديني كما يمكن أن تكون ذات طابع عنصري أيضاً يمكن أن دعنا نستعمل الكلمة أن تتسلل إلى تفكير العلماء حتى وإن قاموا بأعمال ميدانية حتى وإن حاولوا أن يبنوا منهجاً يمكنهم من التخلص من هذه المسبقات هذه قاعدة أساسية معروفة جداً وهي القاعدة التي على أساسها يبنى النقاش ما بين المعارف ويبنى النقاش ما بين العلماء ويبنى النقاش ما بين البحوث وما يسمى عادة حقاً هذه مسألة في اعتقاد أنها مهمة ومن المهم التذكير بها لأنها تمكننا من أن نرى أن في حقيقة الأمر من الصعب أن نتحدث باستعمال تسميات من قبيل الغرب وكأنه شيء متجانس الغرب فيه مفكرون أكثر موضوعية من آخرين فيه مفكرون أكثر قرباً من الميدان من آخرين فيه مفكرون أو علماء أو باحثون أقرب إلى ما يمكن أن نسميه حقيقة أو أقرب إلى الواقع وأقرب إلى أيضاً التعامل بأقل تعالن أو من دون تعالن أو من دون تصورات لأخير وإن كان هذا التخلص نهائياً من العسير جداً أن يحدث ولكن بإمكاننا أن ننتبه إلى مثلاً بعض التطورات التي حدثت لدى بعض العلماء مثلاً هناك أسماء تتكرر كثيراً في هذا السياق من قبيل مثلاً جاك بيرك جاك بيرك الذي انتقل من وظيفته داخل الإدارة المدنية الاستعمارية إلى نوع من احتلال منصب علمي بحثي معروف في مؤسسات البحث السوسيولوجية في فرنسا وقد أشرف على الكثير من البحوث التي أنجزها مواطنوا هذه البدان التي عانت من الاستعمار الفرنسي وهذه نقطة بالغة الأهمية لأن علينا أن ننتبه إلى أن هؤلاء الذين ربما تميزاً غالبوا ما أنتجوه بنوع من الموقف المسبق الذي يمكن أن يكون عنصرياً أو متعالياً أو واصماً للمجتمعات التي درسوها على أساس أنها متخلفة على أساس أنها تقليدية على أساس أنها جماعاتية على أساس أنها غير تاريخية ولا يمكن أن تتطور في تاريخها على أساس أنها بالذرورة غير ديمقراطية بالتعبيرات الحديثة إلى آخره إلى آخره هؤلاء كانوا في حقيقة الأمر في حالة نقاش فيما بينهم ولكن أيضاً مع أجيال أخرى من الباحثين بإمكاننا أن نذكر أمثلة أخرى بيّنت في الكثير من الأحيان أنه بالإمكان أن يتم الخروج نهائياً من الموقف الاستعماري الأصلي والدخول في حوار مثمر مع المعارف المحلية مع المجتمعات المحلية هناك أمثلة أيضاً بإمكاننا أن نذهب مرة أخرى إلى المغرب بول باسكون الذي تخلص نهائياً بل حتى تخلص من جنسيته بإمكاننا أن نذكر أمثلة أخرى فرانس فانان مثلاً الذي أتى من المارتينيك ولكن قبل فرانس فانان يجب أن نعود إلى أحد أساتذته وهو أمي سيزار مثلاً بإمكاننا أن نجد هذه الأمثلة التي توسع المناقشة وتجعلنا نرى أن أولاً هذه العلوم متطورة في معنى أنها تتطور حسب منطق داخلي يعتمد على النقاش يعتمد على النقد ويعتمد أيضاً على التجاوز ومحاولة إظهار الحقاق يعني ربما في وضع أكثر موضوعياً ثانياً هذه المعارف أيضاً تنبني على البحث والبحث الذي يمكن أن يكون مضاداً تنبني أيضاً على تفاعل مع حقائق البلاد وتنبني أيضاً على تفاعل هذه النقطة الثالثة تنبني أيضاً على تفاعل مع السياق السياسي العام في تاريخيته لماذا أذكر هذه النقطة؟ لأنها تشير إلى أن تطور الأوضاع السياسية داخل البلدان المستعمرة وظهور الحركات الاستقلالية أدى إلى ظهور عناصر سياسية وعناصر ثقافية وعناصر فكرية جديدة هي الحركات الاستقلالية كما أسميتها ولكن أريد أن أشير إلى أن فيها مكون سياسي ولكن أيضاً فيها مكون فكري وفيها مكون ثقافي وفيها أيضاً مكون معرفي بالمعنى التقليدي للكلمة في معنى قدرة متزايدة لدى أبناء هذه البلدان على إنتاج معرفة بمجتمعاتهم هم أنفسهم إذن نحن في سياق إن أردنا نقدي ونقدي مضاد لمختلف المعارف وهو ما تطور بعد ذلك في تجاه بناء نظريات متكاملة فيما يمكن أن نسميه نزع استعمارية المعرفة أو نقض استعمارية المعرفة أنا أريد هنا أن أشير إلى مثال تونسي مهم المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية التي أشرت إلى أنني أرأس الآن تحريرها في أعدادها في الستينات وفي منتصف الأول من السبعينات مقالات كثيرة نجد في عنوينها الكلمة الفرنسية أي نزع الصفة الاستعمارية أو نقض الاستعمار ربما الآن الكلمة الغالبة نجدها في بعض المناقشات وهي تعود إلى الكلمة الأنجليزية decolonization أو decolonizing يعني social sciences أو شيء من هذا القبيل هذه الكلمة وجودها في عنوين متعددة لمقالات متعددة لكتاب متعددين يشير إلى أن حركة نقض الاستعمار كانت قريبة أنا أشير إلى الستينات المجلة التي أشير إليها بدأت تصدر سنة 1964 وأنا أشير إلى مقالات صدرت في هذه السنوات 64 65 66 69 70 وبعد ذلك بقليل وهذا الأمر يشير إلى أن الواعي بضرورة نقض استعمارية المعرفة قديم لدى الكثير من الباحثين السوسيولوجيين الشباب حينها التونسيين والجزائريين والمغاربة وغيرهم إلى آخره سوف نكتفي بالمثال الذي ذكرناه حتى نشير إلى أن ما أسميته منذ حين النقد والنقد المذار تفعلا بطريقة واضحة في الكثير من البحوث وإن كانت هذه البحوث حافظت على استخدام اللغة الفرنسية مثلا وهذا أمر أيضا بالغ الأهمية لماذا؟ لأن السياق العام كان يفرضوا نوعا من الميراث للغة العلم كما تلقوهاهم وبالتالي يعني عدم القدرة على الإنتاج باللغة العربية أو بلغات أخرى غير اللغة التي تعلموها في المدارس الاستعمارية أو حتى في المدارس المحلية التي كانت تستخدم اللغة الغالبة حينها أنا يعني تعمدت أن أوسع النقاش حتى أقول أن هذه المسألة يجب أن تناقشها بالكثير من الدقة وبالكثير من الإشارة إلى أمثلة بعينها ومن دون تعميم وهذا النقاش مهم لماذا؟ لأنه يحفظ الذاكرة المعرفية لتطور العلوم الاجتماعية في ربوعنا باعتماد هذه المقارنات التاريخية وبالاعتماد هذا التسلسل الذي يمكننا من ربما الوعي بوجود مراحل مختلفة وإجابات عن أسئلة سابقة واستعداد لفتح أسئلة أخرى نعم 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 دكتور طبعا هذه المحطة مهمة جدا لأن الإرث القولونيالي يتميز بالضخمة وإرث ضخم لذلك كيف نتعامل مع هذا الإرث هي مسألة يعني أو سؤال يحضر هل نرفضه أم نتبنه أم نغربله أم إذن هي أسئلة تفرض نفسها في ضل زخم الدراسات والأبحاث القولونيالية دكتور بحكم خبرتكم الطويلة في ترجمة البحث والدراسات الغربية وفي ذلك ذلك إنتاجكم لمجموعة من البحث والدراسات بأكثر من اللغة أجنبية انطلاقاً من حصاد تجربتكم وطلاعتكم نتسأل وإياكم هل حاول الباحثون الغربيون تقييم حصاد تجاربهم البحثية على دراسة الشعوب المستعمرة إذا كان الجواب إثباتاً فأرجو لو تقدم لنا بعض النماذج عن هذه التقييمات وأبعادها نعم يعني ربما مواسرة لما كنت يعني أجبت به على سؤالك السابق علينا أن نشير إلى أن أنا أشارت إلى يعني لغتين اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية والإشارة إلى اللغة الإنجليزية تعيدنا مثلاً إلى ما عرف في تاريخ الدراسات الثقافية في بريطانيا تحت مسمى الدراسات ما بعد الكولونيلي هناك ضرورة للانتباه إلى أن تسميت ما بعد كولونيالية أو ما بعد استعمارية وتسميت ناقض للاستعمار أو نازع للاستعمار بالفرنسية decolonize أو decolonization وبالأنجليزية decolonization يختلفين هناك فارق بين دراسات ما بعد استعمارية ودراسات decolonيالية مثلاً النقاش الذي أشرت إليه في علاقة بفرانس فنان فرانس فنان أقرب إلى التسمية الثانية وهي الدراسات الديكلونيالية في معنى أنه لا فقط يتجاوز الدراسات الكلونيالية في معنى أنه مثلاً يغربلها أو يأخذ منها بل هو يضاددها أي يضع نفسه في موقع مضادد لها في موقع مناقض لها ويعتبر أنها من العلوم التي أو من المعارف التي يجب تجاوزها بإنتاج معرفة ناقضة لها إذن مرة أخرى الأمثلة تشير إلى أن ما يسمى عادة بالفكر الغربي فيه أيضا اتجاهات وفيه أيضا مدارس أنا أشرت إلى دراسات مبعد كولونيالية لأن تسمية تسود في التأريخ لهذه الدراسات وهي ما يسمى بدراسات التابع هذه تسمية منتشرة جدا أنا أخير استخدام مفهوم الاستلحاق وليس مفهوم التابع المستلحق في معنى أنه يوجد في وضعية يفقد فيها لا فقط إمكانية أن يجتلح لنفسه يعني طريقا خاصة في معنى أنه تابع لكذا بل هو مستلحق في معنى أنه في وضعية جددت الطرق الاستعمارية القديمة في طرق استعمارية جديدة على كل حال هذا اجتهاد في الترجمة إذن مدرسة التابع هذه كما عرفت في بريطانيا جاءت من هنود يعني مؤسسها الأساسيون هنود ثم بعد ذلك نجدوا لها يعني نوعا من الصدى أيضا في مواقع أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية وهنا هناك أسماء شهيرة أيضا يعني انخرطت في هذا الاتجاه من بينها إدوار سعيد الفلسطيني ومن بينها جاية ريس بيفاك ذات الأصول الهندية إذن نحن نرى أن من داخل المؤسسات المعرفية ومن داخل المؤسسات الأكاديمية الموجودة في بلدان توضع عادة ضمن جغرافية ما يسمى بالغرب أنتجت فكرا مناقبا أو على قد متجاوزا للأفكار السوسيولوجية والاجتماعية بشكل عام العلوم الاجتماعية الاستعمارية في نمطها القديم على الأقل هذا الأمر يشير مرة أخرى إلى أن ما يقدم على أساس أنه فكر الغرب أو معرفة الغرب هي متحولة فيها الكثير من التناقضات وفيها الكثير من الاتجاهات يمكن أيضا أن نشير إلى بعض الأمثلة الأخرى الآن في فرنسا بذاتها هناك طيار بصدد التنامي وهو يشير إلى يعني ضرورة مراجعة ما أسميته منذ حين الذاكرة المعرفية أو إعادة زيارتها لغربلتي هذا الإنتاج وأذكر هنا يعني مثال متقدم جدا يعني مؤخرا في شهر سبتمبر الماضي أي منذ شهرين منذ ما لا يزيد عن شهرين أقيم مؤتمر في تونس كبير جدا اسمه إنسانيات وكان في الجلسة الافتتاحية كانت هناك محاضرتين الأولى لجسلين دخلية المختصة في التاريخ المؤرخة ذات الأصول التونسية والعاملة بفرنسا والمحاضرة الثانية كانت لعالم الأنتروبولوجيا المغربي الصديق حسن رشيق ويعني رأينا في المحاضرتين كيف يمكن مراجعته كيف تمكن مراجعة هذا الإرث المعرفي الاستعماري كيف 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 تمكن مراجعته وكيف تمكن مناقشته كيف تمكن غربلته والكلمات من قبيل مرة أخرى ديكولونيزاسيون بوست كولونيال إلى خير كانت حاضرة وب حضور كبير في هذه المناقشات أنا تعمت أن أسرد مثالا متأخرا جدا تحدثت عن مثال قريب جدا لا يزيب عبره عن شهرين حتى أشير إلى أن هذه المناقشات بصدد إعادة التشكل حتى في فرنسا بحديثاتها التي تأخرت كثيرا بالنسبة إلى بريطانيا مثلا أو بالنسبة إلى الولايات المتحدة أو حتى بالنسبة إلى ألمانيا هذه العناصر يمكن أن تساعدنا على أن نفكر بطريقة تاريخية أي بالعودة إلى هذه العناصر التي نجد فيها ما هو نظري نجد فيها ما هو مفاهيم نجد فيها ما هو منهج ونجد فيها ما هو نتائج بحث وعلينا أن ننتبه إلى أن المناقشة يجب أن تكون مناقشة نقدية في معنى استعمال الفكر النقدي تجاه كل المعارف بحل ذاتها وهذا أمر ليس جديدا لا نأتي بجديد نحن نسير على خطى عبد الكبير القتيبي الذي نادى بالنقد المزدوش أي نقد المعرفة التقليدية ونقد المعرفة الاستعمارية الوافدة علينا نعم نعم دكتور شكرا على هذه التوضيحات المهمة طبعا سننتقل كذلك إلى موضوع علم الاجتماع في البلدان العربية وسأريد بعض يعني مقتبسا ل يعني لنص صغير لدكتور عبد البسط عبد المعطي يقول فيه منتقدا يعني البحث السوسيولوجي العربي يسهل عليك عندما تقرأ دراسة أو بحثا أجنبيا تحديد هويته النظرية ولكنك عندما تقرأ دراسة عربية تلف فكرك الدهشة ويساورك الشك في معرفة كاتبها لأبجديات البحث السوسيولوجي ودور النظرية فيه بصفة عامة وعلى الرغم من هذه الملاحظة فإن العدد الأكبر من المشتغلين بعلم الاجتماع في الوطن العربي ينتمون بحثا وتأليفا إلى الاتجاهات المحافظة سواء كانت وظيفية أو إمبريقية تجزيئية طبعا دكتور مضمون هذا المختطف للأستاذ عبد البسط عبد المعطي يشير إلى تدني الإنتاج السوسيولوجي في البلدان العربية وبعده عن الدقة والصرام المنهجية في العديد من الدراسات والبحث هي حقيقة ملحوظة بوضوح خصوصا إذا ما قرنا بالإنتاج السوسيولوجي في بعض المجتمعات الأوروبية والأمريكية تساؤلنا كالتالي ما الذي يجعل علم الاجتماع في البلدان العربية يعاني مشكلات نظرية ومنهجية اسمح لي أولا أن أبدأ بعض الملاحظات حول المقتطف الذي بدأت به أنا يعني كأنني أتذكر هذه الفكرة ليس النص بحديثتي ولكن هذه الفكرة وأعتقد أنها قديمة إلى حد ما لأنها يعني تناقش منجزة علم الاجتماع العربي إن أردنا من منظور ضعفه المنهجي وضعفه النظري وربما قلة فائدته في فهامنا أو ضعب بلداننا علي أن أشير إلى أن الوضع لم يعد لم يعد على هذه الشاكلة يعني بإمكاننا أن نجازف بالقول أن هناك تقدما كبيرا حدث داخل صفوف علماء الاجتماع العرب أو الباحثين في علم الاجتماع العرب وذلك على يعني على الأغلب خلال خلينا نقول ربما ثلاثين سنة الأخيرة بشكل يعني أوضح لماذا أعود إلى هذا التاريخ لأنه في حقيقة الأمر هناك وعي متزايد لدى نخب أكاديمية وبحثية سوسيولوجية عربية بضرورة تجاوز هذه الهنات التي في الحقيقة اتفقوا على وجودها عندما تعلق الأمر بمحاولة تقييم أو تقويم الأوضاع التي كانت سائدة في الستينات والسبعينات والثمانينات ربما إلى حدود التسعينات اتحدث عن التسعينات القرن العشرين والثمانينات القرن العشرين إلى خلال ما هي العوامل التي ساعدت على الخروج من هذه الأوضاع أو على الأقل بداية الخروج منها هناك أولا تزايد مضطرد في اتصال علماء الاجتماع العرب ببعضهم البعض هناك جمعيات ساعدت على ذلك من بينها الجمعية العربية لعلم الاجتماع التي أسهمت في إيجاد نوع من النقاش الداخلي ما بين علماء الاجتماع العرب وإن كانت تنتقد في الكثير من مظاهر فعلها وفي ضعفها المتزايد خلال السنوات الأخيرة هذا عنصر الأول مهم ثانيا هناك حركة من تبادل المعارف وتبادل الكتب وتبادل المقالات وتبادل الإنتاجات المعرفية الآن بإمكاني أي باحث في علم الاجتماع أو أي عالم الاجتماع في المغرب مثلا أن يسر ذلك بكل يسر خمس ستة سبعة ثمانية حتى أحيانا عشر أسماء من كبار الباحثين الذين يعرفهم لا في الأقطار المجاورة ولكن حتى في أقطار بعيدة عن بعض الشيء هذا يدل على أن الاتصال ما بين هؤلاء اتصال يعني متضبط ومتزايد وهناك تبادل للإنتاجات تبادل الكتب للمقالات إلى خيرين وحتى حلقات شخصية يعني ما بين هؤلاء الباحثين هذا النقاش الداخلي أيضا كان مرتبطا بعناصر أخرى من بينها وفوت عدد من الباحثين السوسيولوجيين العرب الذين درسوا في الجامعات الأوروبية ومعروف أن هذه الجامعات فيها الكثير من القدرة على تطوير المناهج التعليمية بحيث تكسب من يرتادها ومن يحصل على شهائد فيها تكسبه معارفة وقدرة تحليلية وقدرة على الإنتاج المواكب لمستجدات التطورات العلمية في الكثير من المنطق أنا لا أتحدث عن الجامعات الأوروبية فقط بل أتحدث أيضا عن الجامعات الأمريكية أتحدث عن تلاقح ما بين هذه التقاليد بإمكاننا نتحدث عن تقاليد بحث يعني أوروبية بشكل تعميمي إلى حد ما تقاليد بحث وافدة ربما من أمريكا الشمالية تقاليد بحث وافدة محلية في المنطقة التي نتحدث عنها وهذا التلاقح هو الذي مكن من بعض التطوير ما الذي يدل على أن هناك هذا التطور هذا إدعاء أنا أقدمه وأحاول تأكيده انتلاقا من ومثل ما سلف القول في الأجوبة عن الأسئلة السابقة هناك وعي مركب بضرورة تجاوز أوضاع قديمة مثل المعارف الكلاسيكية العربية المعارف الاجتماعية في معنى العلوم الإنسانية والاجتماعية الكلاسيكية العربية المعروفة تجاوز هذا التقليد وكذلك تجاوز التقليد الاستعماري الذي تحدثنا فيه بشكل كامل ولكن أيضا استعداد لتطوير تطوير أساليب البحث تطوير القدرات التنظيرية وتطوير أيضا المفاهيم ربما بإمكاننا أن نعطي بعض الأمثلة على هذا نحن نحن بإمكاننا أن نرى أن المناقشة التي تدور ما بين الباحثين العرب حول هذه المسائل منتشرة في الكثير من المؤسسات عن طريق المجلات مثلا بإمكاني أن أسرده هنا مثالا أول وهو مثال مجلة إضافات التي تصدر باسم الجمعية العربية لعلم الاجتماعي بإمكاني أيضا أن أسرده مثال مجلة عمران التي تصدر عن معهد الدوحة والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات هناك الكثير من الأمثلة الأخرى التي يمكن أن نعود إليها هناك مجلات أخرى مثل إنسانيات التي تصدر في الجزيرة عن كراسك وحتى المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية وطبعا هذه أمثلة بإمكاننا أن ننتقل منها إلى أمثلة أخرى نجدها في الكتابات نحن عندما نقرأ حسن رشيق مثلا أو عندما نقرأ عبد الله حمودي أو عندما نقرأ علي الكنز الجزائري أو عندما نقرأ كبار الباحثين التونسيين الذين لفهم الموت ولكننا لم ننسهم عبد القدر الزغل يليا بن سالم عبد الهب بحديبة فرج الستنبولي بإمكاني أن أذكر أسماء أخرى يعني في لبنان من الخليج إلى آخره كل هذه الأسماء أثبتت على العكس مما ورد في الشاهد الذي انطلقت منه أثبتوا أن بإمكانهم أن يشترحوا معرفة بمجتمعاتهم فيها جهد تنظيري وفيها جهد مفهومي وفيها حتى تطوير للمعارف المنهجية التي تقدم عادة أو للأسليب المنهجية التي تقدم عادة على أساس أنها كونية يعني عندما نتحدث عن الاتصال المباشر عندما نتحدث عن الإقامة في الوسط المدروس بالنسبة إلى البحوث الأنتروبولوجية عندما نتحدث عن الاستبانة في البحوث السوسيولوجية الكمية عندما نتحدث عن المحادثة عندما نتحدث عن سير الحياة في الأسليب المنهجية السوسيولوجية الكيفية في الحقيقة بإمكاننا أن نسرد الكثير من الأمثلة التي بيّنت أن هناك تبيئة لهذه الأسليب المنهجية لكيفية خوضها المناقشة مع فلاحين فقراء في مناطق نائية لم يرتدوا المدارس لا يحسنون الحديث باللغة العالمة واللغة العارفة هذا نجده في الكثير من الكتب التي بيّنت أن لها قدرة على تفسير أوضاعنا بشكل واضح تجاوزا حتى للمعارف السابقة كما قلت التي قلت أنها متكونة من فرعين الفرع الأول التقليدي والفرع الثاني هو الاستعماري إذن أنا إجابتي أننا في حقيقة الأمر تجاوزنا هذا الوضع بإمكاننا الآن أن نتحدث عن معرفة عميقة لدى الكثير من الباحثين السوسيولوجيين العرب بالمعارف الحديثة وأيضا تطوير خاص لبعض الأسليب في البحث ولبعض المفاهيم مثلا هذا يمكن أن يكون آخر مثال في إجابتي يعني مثلا البحوث التي أنجزت مؤخرا حتى خلال العشرين سنة الأخيرة بالعودة إلى محاولة تطوير كيفية استخدام مفهوم القبيلة وما يعنيه واقعا تاريخا واجتماعا وانتروبولوجيا وديمغرافيا حتى هناك بحوث تجاوزت بكثير ما كان سائدا خلال الخمسينات أو الستينات وفيها جهد تنظيري أيضا إلى خيري أريد أن أذكر مؤسسة أخرى تساعد كثيرا على هذا التطوير الذي كنا فيه وأنا بإمكاني أن أشهد لأنني قريب منها وأشترك في بعض أعمالها وهي المجلس العربي للعلوم الاجتماعية الذي ينظم بصفة دورية ومنذ سنة 2010 مؤخرا احتفل بعشر سنوات على تأسيسه وهو يتهيأ لإقامة مؤتمره السادس أنا بإمكاني أن أشهد أن المناقشات فيها عالية جدا وتدور بانسيابية حتى من لا يحسنون إلا لسانا واحدا في حديثهم أو في بحثهم بين من يتحدثون ويكتبون العربية وبين من يتحدثون ويكتبون الفرنسية وبين من يكتبون ويتحدثون الإنجليزية وبين من يستخدم كل هذه اللغات أو اثنين منها إلى خير هناك نقاشات عميقة جدا تبين تقدما في المعرفة بالمجتمعات التي يأتي منها هؤلاء الباحثون ومرة أخرى هذا المجلس يجمع متكونين بتقاليدة محلية ومتكونين بتقاليدة أوروبية ومتكونين بتقاليدة شمال أمريكية إن أردنا في كندا والولايات المتحدة الأمريكية ونقاش بينهم مثمر جدا ويبين أن هناك تقدما كبيرا في تجاوز الحالة التي وصفها الشاهد الذي استخدمته في بداية سؤالك نعم دكتور أفهم من هذا الكلام بأن هناك تطور في الممارسة السوسيولوجيا على مستوى الباحثين وعلى مستوى كذلك المراكز البحثية المتخصصة التي ظهرت والتي فتحت نوافدها وأبوابها على باحثين آخرين لتلاقح ثقافي إذن لكن ماذا عن التكوين الأكاديمي؟ ماذا عن واقع التأطير الأكاديمي للبحوث على مستوى مثلا رسائل الماستر وأطاريح الدكتوراه؟ هل نلاحظ تقدما في هذا الجانب أم هناك تأخر في تأطير الأكاديمي للبحوث الأكاديمية خاصة في مجال علم الاجتماعي؟ يعني هنا أيضا بإمكاني أن أقدم بعض الشهادات أنا يعني في عدد من النصوص التي ترجمتها لفائدة مجلة إضافات مجلة الجمعية العربية لعلم الاجتماع يعني ترجمت بعض النصوص التي تتعلق بكيفيات التكوين أو التكوين الدكتورالي الحقيقة التكوين في الماستر يعتبر تكوينا متوسطا بين التكوين الأساسي والتكوين الدكتورالي ولذلك ربما يتم التركيز على التكوين الدكتورالي وهناك في هذه النصوص بعض الحقائق أو بعض الوقائع إن أردنا التي تشير إلى أن هناك عمل على تطوير إمكانيات التأثير لا يجب أن ننسى هنا أن الجامعات والمراكز البحثية العربية تعاني من الكثير من الإشكالات مثلا بالنسبة إلى الجامعات التي تتكفل بالتكوين الدكتورالي لا نجد دائما مدرس دكتورالي منظمة وموجودة وقائمة بذاتها بإمكانياتها وبمواردها وبقدرتها على أن تستقبل باحثين زوار من جامعات أخرى وأن تنظم النقاش إلى خير هذا عنصر أول مهم وأنا بدأت بالبنية التنظيمية لأن في اعتقادي على الأقل الخاص أو في ظني هناك إشكال في تنظيم هذا التكوين الدكتورالي وهذا التنظيم يعني يتعرض إلى إشكالات بالنظر إلى عنصر آخر يجب أن نأخذه بنظر الاعتبار وهو الأعداد الكبيرة من الراغبين أو المترشحين لإنجاز رسائل الدكتورالي يعني البنية التحتية غير متطورة ليست هناك وسائل بحث ليست هناك مخابر ليست هناك مكتبات بإمكانها أن تستقبل الباحثين ليست هناك وحدة بحث ليست هناك مجموعات بحثية مستقرة إلى خيره إلا فيما ندرى وإن وجدت فهي ضعيفة وغير قادرة على الاتصال ببعضها البعض وإن أضفنا إلى هذه العناصر العدد الكبير من الراغبين في التسجيل في الدكتورالي أو في إنجاز رسائل الدكتورالي سنجد أن القدرة على الاستجابة لطلبات التكوين تظل ضعيفة مع ذلك أنا بإمكاني مرة أخرى أن أشهد أن هناك نخبة من الباحثين تتمكن من أن تواصل تكوينها لا فقط الدكتورالي بل أيضاً لما بعد الدكتورالي الأصدقاء الذين يشرفوننا بالمتابعة والصديقات التي يشرفنا بالمتابعة يعلمنا ويعلمون جيداً أن هناك تكوين ما بعد الدكتورالي وهذا الأمر أيضاً مرة أخرى المجلس العربي للعلوم الاجتماعية يساعد على الحصول على منح مثلاً لزيارة فرنسا أو لزيارة يعني بعض البلدان الأخرى يساعد أيضاً على إنجاز بحوث ما بعد الدكتورالية إلى أخير إذن بإمكاننا أن نقول أن هناك جهداً في تجاه تجاوز النقائص ولكن هناك طبعاً بعض العراقيل التي لا تساعد على هذا التطوير بالحصيلة العامة بإمكاننا أن يعني مثلاً عندما أتحدث عن الملتقاء الرابع أو المنتدى الرابع للحاصلين على منح الزمالة التي قدمها المجلس العربي للعلوم الاجتماعية وهؤلاء اجتمعوا في الربيع الفارت في بيروت ولمدة أربعة وخمسة أيام كنا نستمع إلى تقارير عن بحوث دكتورالية أو ما بعد الدكتورال وفيها جهد كبير جداً فيها تطور كبير في القدرة على التعبير حتى الطرق التقنية لتقديم المداخلات كانت مهمة وجيدة وهناك حذق للغات متعددة عربية فرنسية أنجليزية هناك حتى بعض من يتقنوا لغات أخرى غير هذه وكان هناك اللقاء ما بين هؤلاء الباحثين الشبين وباحثين آخرين متقدمين بعض الشيء في السن أو أقدامهم أرسخوا من هؤلاء المترشحين للأسرع على الدكتورال أو لأذين يجرون بحوثهم بعد الدكتورالية مباشرة هذا التلاقح بإمكانه أيضاً أن يمثل عنصراً من عناصر تطوير التكوين الدكتورالي لأن التكوين الدكتورالي في الحقيقة لا يقتصر على الأعمال التي يقوم بها الباحث بحد ذاته أو في الإشراف المباشر له حضور الندوات المناقشة ندوة مثل هذه يمكن أن تساعد على إطلاق بعض الأفكار يمكن أن تساعد على تصحيح بعض المعلومات يمكن أن تثير نقاش وأنا بالمناسبة أقترح عليك أن نفتحها إن كانت هناك فرصة لذلك أن نفتح المناقشة لمن يشرفوننا بالحضور يعني هذه المناسبات من هذا النوع هي أيضاً تسهم في التكوين الباحثين وأنا بإمكاني أيضاً أن أشهد أنني حتى أنا نفسي يعني شرفت في الكثير من المرات بأن أسهمت في بعض التكوين يعني في المغرب وفي الجزائر في أمكان أخرى في تونس بطبيعة الحال وهذا التكوين تشرف عليه مؤسسات عمومية تابعة للجامعات ولكن أيضاً هناك عنصر جديد بدأ يؤثر تأثيراً إيجابياً في المشهد البحفي والمشهد التكويني بصفة عامة وهو أدوار مراكز البحث الخاصة ومن بينها في تونس المركز العربي للأبحاث ودراسة سياسات تونس الذي ينظم دورة سنوية في التكوين أو في التدريب على كتابة المقال العلمي البحفي وأنا يعني أسهم في هذه التجربة منذ سنتين الآن وأتعاون مع المركز العربي للأبحاث ودراسة سياسات حتى نسهم ولو بنظر قليل في تطوير القدرات البحثية لدى الباحثين الشبابين سواء كانوا في مرحلة الدكتوراه أو في مرحلة ما بعد الدكتوراه أي السنوات الأولى بعد حصولهم على شاهدة الدكتوراه نعم نعم أتمنى صراحة أن يستفيد الباحثون من هذه المراكز ومن الخدمات التي يقدمها وبالفعل سنحاول الآن الانتقال إلى المحور الثاني لكي نربح الوقت لأن الوقت الآن يمر المحور الثاني علم اجتماع الدين والتدين وسأريد كذلك في هذا المحور مقتبسا للأستاذ حميد أو عبد الحكيم شباط ويعني نشره منذ سنة 2012 نتمنى أن لا يكون قديما يقول فيه لا تزال النظرة الحذرة والمتوجسة تجاه العلوم الاجتماعية راسخة ومسيطرة في دينية بعض المجتمعات العربية والإسلامية فالمؤسسة الدينية بشكل عام تنظر بعين الريبة لكل نتاج معرفي وافد من الغرض وعلى وجه الخصوص في مجال الفلسفة وتقيمه من الناحية الدينية على أنه يشكل خطرا على المعتقدات الدينية والأخلاق والبعض من رجال الدين يكفرون من يعمل ويبحث في مجال الفلسفة وعلم الاجتماع بحجة أنهم يروزون للاتجاهات اليسارية والإلحادية في المجتمع بل إن بعض حكونات الدول العربية تمنع تدريس بعض نظريات علم الاجتماع في جامعاتها انتهى نص الأستاذ شبان دكتور هل ما زال هناك تخوف من العلوم الإسلامية والمشتغلين عليها من العلوم الاجتماعية خاصة في ظل الصيحات التي اليوم نشهد صيحات تنادي بضرورة تشسير المعرفي تدخل المعارف وحدة المعرفة ولكن هل لا تزال هذه النظرة المتوجسة من جانب المشتغلين في حقول العلوم الدينية من العلوم الاجتماعية سوف أجيب بشكل مباشر لا تزال موجودة وأعتقد أنها سوف تكون موجودة لسنوات وربما لعقود أخرى والسبب في ذلك في اعتقادي بسيط جداً هو أنه إلى حد الآن لم نتمكن من إيجاد حوار يعني يمكن أن ينزع بعض الريبة ويمكن أن ينزع بعض التوجس ويبرز إمكانية وجود قاعدة مشتركة بين من يشتغلون بالعلوم كما أسميتها أنت العلوم الإسلامية أو العلوم الشرعية كما تسمى أيضاً في بعض التسمية الأخرى والعلوم الاجتماعية هذا قول منتشر إلى حد كبير ولكن أنا أريد أن أناقش هذا القول بحديثته بعد أن قدمته على أساس أنه ربما يكون فرضية لدى البعض أولاً من المعلوم أن المؤسسات التي تدرس العلوم الشرعية أو العلوم الدينية أو العلوم الإسلامية في معناها القديم أو التقليدي إلى حد ما موقفها من العلوم الاجتماعية ليس واحداً يعني بإمكاننا مثلاً أنا أعطي معلومة هنا هناك أساتف لعلم الاجتماع يدرسون في الجامعة الزيتونية في دولس وهناك أيضاً مختصون في بعض العلوم الإنسانية والاجتماعية الأخرى مركز الدراسات الإسلامية في القيروان فيه مختصون في الحضارة كما نسميهم في تونس فيه علماء اجتماع فيه مختصون في الأنتروبولوجيا إلى آخرين هناك مركز آخر في سوسا وهي مدينة أخرى تونسية فيها مركز آخر هو مركز دراسات الإسلامية دراسات الأديان إن لم تخني الذاكرة الاسم فيه بعض التفاصيل الأخرى قد أكون نسيتها وفيه أيضاً باحثون في العلوم الاجتماعية من اختصاصات مختلفة هذا المثال يدل على أن بالإمكاني أن نوجد نوعاً من التركيب ما بين ما يسمى العلوم الدينية أو العلوم الشرعية أو العلوم الإسلامية والعلوم الاجتماعية في معناها خلينا نقول بين ظفرين الحديث ولكن يجب أن ننظر أيضاً إلى المسألة من جانب آخر إن ذهبنا الآن إلى كليات العلوم الاجتماعية كما هي موجودة في الجامعات العربية أو جامعات المدن العربية سوف نجد أنها هي نفسها لا تدرس ما يسمى العلوم الإسلامية أو الشرعية أو الشرعية كما تدرس في الجامعات التي تقدم نفسها على أساس أنها جامعات تدرس العلوم الشرعية أو العلوم الإسلامية إذن نحن في وضع نحتاج فيه إلى رسم خريطة هناك مؤسسات تقبل بأن تدخل في هذا الحوار الذي تحدثنا عنه وهناك مؤسسات لا تقبل وهناك مؤسسات ترفض رفضاً قاطعاً وهناك مؤسسات ربما تحاول أن تطور بعض الأساليب في تلاقح الأفكار وفي تلاقح التجارب إلى آخرين ولكن أيضاً هناك عنصر آخر مهم هو أن هذا المجال مجال الدراسات الدينية أو دراسات الدين والتدين وهي التسمية التي أخيرها أنا أخير أن أستخدم مثلاً تاريخ الأديان تاريخ الأديان المقارنة علم الاجتماع الدين علم اجتماع التدين أنتروبولوجيا الدين أنتروبولوجيا التدين أنتروبولوجيا المؤسسات الدينية يعني أنا أخير دائما فلسفة الدين أو فلسفات الدين إن أردنا أنا أخير أن أسمي التسمية بهذا الشكل لماذا؟ لأن في هذه التسميات بهذا الشكل هناك إقرار بأن الدين والتدين يصير موضوعا للبحث العلمي في معنى أنه يعامل على أساس أنه ظاهرة تاريخية واجتماعية فيه مؤسسات مثلا من منظور علم الاجتماع مثلا فيه مؤسسات فيه فاعلون يمكن جمعه تحت عنوان الحقل الديني أو المجال الديني أو مجمل المؤسسات الدينية أو النسق المؤسسي الديني إلى خيره أنت تلاحظ أنني أستخدم تسميات يمكن أن تكون ذات طابع استلاحي أو ذات طابع مفهومي بإمكانها أن تصف ما نبحث فيه دون أن تقدر مدى نفعه أو بين الظفرين عدم نفعه للمجتمع أنا عندما أقول علم اجتماع الدين أنا لا أقول أن الدين لا مرفوض ولا غير مرفوض وأنا لم أصرح حتى باعتقادي الديني إن كان لي اعتقاد ديني وما هو هذا الاعتقاد إلى خيره إذن بالإمكان أن نحول الدينة والتدينا إلى موضوعا للتفكير العلمي الاجتماعي وللتفكير العلمي الإنساني باعتماد المكتشفات الحديثة والأساليب الحديثة والتقنيات الحديثة في البحث هذا الأمر عسير حتى لا فقط بالنسبة إلى المؤسسات الدينية التقليدية بل أيضا حتى بالنسبة إلى المشتغلين بهذه العلومة الاجتماعية والإنسانية التي تجعل الدين والتدينا موضوعين لها لماذا هي عسيرة؟ لأنها في بعض الأحيان وهنا أعود إلى سؤالك في بعض الأحيان تكون فعلا نوعا من الغلاف العلمي أو شبه العلمي أو الذي يدعي العلمية لتمرير أفكار إيديولوجية يعني لا يجب أن تكون لنا نظرة كيف أقول نظرة طهورية لهذه العلوم الحديثة التي تبحث في الدين والتدعيل يمكن أن تداخلها الإيديولوجيا ويمكن أن تداخلها السياسة ويمكن أن يداخلها الجهل أيضا بمعنى الجهل بالنصوص مثلا أو الجهل بالتجارب إلى خيره إذن الباحثون الذين ينطلقون من منطلقات علمية إنسانية واجتماعية حديثة للبحث في الدين والتدين ليسوا منزهين عن ما يمكن أن يقع فيه أي عالم وأي باحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية وهو التحيز وهو القبول بأفكار مسبقة وهو خطر موجود دائما إذن ما الحل؟ الحل هو أن نقيم نقاشا واسعا ونحافظ على هيئة تمكننا من تبادل الوثائق وتبادل الأرى وتبادل التحاليل وتبادل وجهات النظر والاشتراك في مؤتمرات علمية والاشتراك في كتابات وممارسة النقد ونقد النقد إلى آخرين أريد أن أشير هنا إلى معطين آخرين قد يساعداننا على تطوير التفكير في هذه المسألة وربما لاحظت ولاحظ من يشرفوننا بالمتابعة أنني أتعمد توسيع المناقشات وإدخال عناصر تساعد على التفكير أنا لا أعتبر أن وجودي هنا هدفه أن أعطي معارفة وإجابات حاسمة لا أنا أحاول أن أثير التفكير العنصران الأخيران الذين أريد أن أضيفهما إلى المناقشة هما ما يسمى بأنت أشرت إليه ولكن في معنى خاص وهو تجسير العلاقة ما بين العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية الحديثة وهناك كتاب صدر مؤخراً لعالم الاجتماع من الأصل الفلسطيني ساري حديثي والذي وضع عنوانه بهذا المعنى وأضاف إليه نحو تجاوز القطيعة هو يرى أن هناك قطيعة ما بين العلمين أو بين مجموعتين العلوم العلوم الشرعية والعلوم الاجتماعية من جهة النقرى وحاول أن يبين في كتابه أن هناك إمكانية لتجسير هذه الفجرة طبعاً المحاولة بحد ذاتها تحتاج نقاش أنا شخصياً نقشت بعض المسائل في هذا الكتاب والمناقشة موجودة يبدو لي أنها مسجلة ومبثوثة على وسائل التواصل الاجتماعي ولكن هذا النقاش مهم لماذا؟ لأن في كتاب ساري حنفي هناك يعني عودة إلى بعض الأمثلة التي درسها بدقة وهي أمثلة من المغرب ومن الجزائر ومن ماليزيا ومن السعودية أيضاً بالإضافة إلى أمثلة أخرى هذا مثال مهم مثال مهم لماذا؟ لأنه يبين أن بالإمكان أن نوجد نوعاً من النقاش ولكن أيضاً هناك مثال آخر من تونس في نفس العنصر الذي تحدثت عنه أنا قلت إضافتين في نفس الإضافة الأولى أريد أن أشير إلى دراسة أنجزناها في تونس وتجاوزت 1400 صفحة في أربع مجلدات ووضعناها تحت عنوان تقرير الحالة الدينية وكان هذا مناسبة مهمة لإيجاد نوعاً من النقاش من اشترك في كتابة هذه المجلدات؟ علماء اجتماع، مؤرخون، علماء علم سياسية، علم قانونية، علم الإعلامية إلى آخره وقد حاولنا أن نوجد نوعاً من التوافق حول كيفية طرح المسائل بصرف النظري عن الانتماء أو عدم الانتماء إلى هذا المجال الذي يمكن أن يسمى علوم سرعية أو المجال الآخر الذي يسمى علوم اجتماعي العنصر الثاني الذي أريد أن أضيفه أن هناك محاولات للتلسير من جانب آخر وتوضع عادة تحت عنوان أسلمة المعرفة في معنى أن وهذا معروف أنه معهد العالمي للفكر الإسلامي الذي نشأ في الولايات المتحدة الأمريكية ويزدل مجلات وله كتابات إلى خيره ومعروف أيضاً أن هناك بعض الباحثين الآخرين الذين يدعمون هذه النظرية التي توضع تحت عنوان أسلمة المعرفة سيد أبو بكر العطاس مثلاً إن ذهبنا إلى أمثلة بعيدة من ماليزيا ولكن هناك أمثلة أخرى قريبة في الكويت في الجزائر إلى خيره هذا الإدعاء أو هذه الدعوة إلى أسلمة المعرفة تدل على إمكانية الاشتغال بالعلوم الاجتماعية من منظور ديني أو من منظور يبجل الحقائق الدينية ويجعلها أساساً لإقامة العلوم الاجتماعية طبعاً هذه محاولة فيها الكثير من المناقشة أنا شخصياً لا تقنعني كثير وناقشت هذا الأمر في تونس وفي غيره ولكن أنا أردت أن أشير إلى أن المناقشة حول العلاقة ما بين ما يسمى عالة العلوم الشرعية وما يسمى العلوم الاجتماعية علاقة معقدة وفيها تداخل كبير في هذا الاتجاه وذاك وهذا التداخل فيه عناصر تاريخية ترتبط بالعلوم ما أسميه أنا العلوم الإنسانية والاجتماعية العربية الإسلامية الكلاسيكية وفيه عناصر وافدة أيضاً من المعارف الاجتماعية الحديثة ذات المنشأ الأوروبي أو الأمريكي وفيه عناصر أخرى فيها مناقشة والأمثلة في الحقيقة معروفة جداً ويمكن الاجتهاد في هذا الاتجاه اجتهادات منيرة كثيراً وربما يكون من أبرز أمثلتها مثلاً المؤرخ التونسي هشام جعايد الذي صلت أساليب البحث التاريخي الأنتروبولوجي على الظواهر الدينية ظاهرة النبوة، ظاهرة الوحي، ظاهرة نشأة المدينة العربية الإسلامية أيضاً يمكن أن نذكر عالم الاجتماع التونسي عبدالوهي بوحديبة الذي حاول أن يطور تفكيراً في الجنسانية في الإسلام أي من مدخل علم الاجتماع وبين قوصين في كتابات الرجلين لا نجد أثراً لما يمكن أن نسميه اعتقاداً شخصياً أو خاصاً دينياً هذه الأمثلة تساعدنا على أن ننظر إلى المسألة في اتساعها وفي مداخلها المتعددة وفي تراكب مستوياتها نعم نعم دكتور، واضح إذن بأن وحدة المعرفة النقاش في هذا المجال شائق ومعقد ويطرح الكثير من تساؤلات الإشكالية خاصة وأن الأسس الإبستيمولوجية لكل علم مختلفة عن الأخرى بين علوم تنطلق من نص مقدس وعلوم تنطلق من سلطة الواقع هناك إشكاليات كثيرة تطرح في هذا الجانب سننتقل مباشرة إلى محور آخر المحور الثالث لمناقشة مبحث آخر يعني يرتبط بعلم الاجتماع وقضايا التنمية في البلدان العربية طبعاً من الملاحظ أن العلوم الاجتماعية تتطلع بدور تنموي في المجتمعات بين ضفراين المتقدمة بمعنى أنها توظف هذه العلوم التي هي التي تسمى علوم الاجتماع أو علوم الإنسان والمجتمع توظف في خدمة التنمية حيث أن القائمين على أمور التنمية في المجتمعات المتقدمة يستندون على نتائج الأبحاث التدخلية الميدانية التي تنجز في مجال العلم الاجتماعية ويستندون عليها في وضع استراتيجيات نموية وهندسة سياسات تدخلية من أجل تغيير ما يجب تغييره وتنمية ما يجب تنميتها إذن سؤالنا دكتور ما علاقة التنمية بالاجتماع وبما تفسرون اهتمام السوسيولوجيا بهذا الموضوع إلى درجة ظهور طرعا في علم الاجتماع يسمى سوسيولوجيا التنمية أنا في اعتقادي أنه هذا يعني النقاش يعني من المهم أن نربط بينه هو بين النقاش الذي يعني نخوذه منذ ما يقارب الساعة ونصف الآن لأنه في الإشارات التي في المقالات التي أشارت إليها وصدرت في المجالة التونسية للعلوم الاجتماعية هناك هذه الإحالة على في معنى نازع الاستعمار ولكن في عدد من عنوين المقالات التي أشارت إليها نجد المفهومين المجتمعين decolonization وdevelopment التنمية أو development بالإنجليزية كما نجد أيضا حضورا للعلوم الاجتماعية أو لعلم الاجتماع لسيانس سوسيال أو social sciences في العناوين التي تربط ما بين المفهومين أي مفهوم التنمية ومفهوم decolonization أو نزع الاستعمار أو نقض الاستعمار لماذا أعود إلى هذه الإشارات؟ حتى أقول أن منذ البداية أي منذ بدايات البحوث السوسيولوجية ما بعد الاستعمارية في الكثير من البلاد العربية والكثير من البلاد المغاربية كانت تفكر بشكل ثلاثي أي فيما يجمع المفاهيم الثلاثة مع بعضها البعض الاستعمار ونقضه وتجاوزه إلى آخره وما بعده من جهة والتنمية من جهة أخرى والعلوم الاجتماعية من جهة أخرى هذه العلاقة التي أشرت إليها في سؤالك حاضرة في أذهان هؤلاء ومنذ أن بدأوا يشتغلون على قضايا أتن ولكن في الكثير من الأحيان هم اشتغلوا على قضايا تمسوا بالتنمية بطريق دعنا نقول إنه غير مبادئ يعني حتى وإن لم نجد غافظة أو مفهوم التنمية في عنوين بحوثهم مثلا في بحوث الدكتورة التي أنجزها الباحثون التونسيون أو الغاربة أو الجزائريون خلال الستينات أو السبعينات حتى إن لم نجد مفهوم التنمية فإننا نجد مفاهيم من قبيل التحديث من قبيل التصنيع من قبيل تعصير الفلاحة من قبيل البناء الوطني من قبيل ما بعد الاستعمار من قبيل الدولة إلى آخرين وكل هذه المفاهيم في فهمهم آنذا هي تحيل بطريقة أو بأخرى على قضايا التنمية لماذا؟ لأن التنمية مثلا هي طريق من الطرق التي يمكن أن تؤدي إلى تحديث المجتمعات التي اعتبرت تقليدية حينها أيضا التنمية في بعض الأفهام هي طريق نحو البناء الوطني ويمكن أن يكون مركزه مركزه عفواً الدولة الدولة بما هي فاعل تنموي وهو الفاعل التنموي الرئيس إن أردنا في الكثير منه إذن هذه إشارات تدل على هذا الوعي المركب بالقضايا التي تجمع التنمية والعلوم الاجتماعية ونقض الاستعمار والذي كان يعتبر كيف أقول يعتبر تعتبر سيرورة موحدة كلها ولكن فيها جوانب مختلفة أحيانا تأخذ الجانب الذي يحيل على التنمية أحيانا تأخذ الجانب الذي يحيل على نقض الاستعمار وأحيانا تقوم على جانب يحيل على تطوير العلوم الاجتماعية طيب هذا جانب أول في الإجابة على سؤالك الجانب الثاني هو أنه في حقيقة الأمر النقاش داخل العلوم الاجتماعية حول قضايا التنمية وفد عليها من خارج أي وفد على العلوم الاجتماعية من خارج أول الاستخدامات لمفاهيم من قبيل التخلف والتنمية والبلدان المتخلفة والمجتمعات المتخلفة أو يعني كما يقال بالفرنسية سو ديفلوبي أو اندر ديفالبت سوسايتيز بالانجليزية هذا وفد من النقاش السياسي الذي كان قائما بعيدة الحرب العالمية الثانية بعيدة الحرب العالمية الثانية بدأ هذا الاستخدام في الخطاب السياسي ومن بين المناسبات الأولى خطاب للرئيس الأمريكي ترومان إن لم تخني الذاكرة مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية ثم وجد لدى مؤسسات مؤسسات تشرف على الاقتصاد العالمي وكانت تابعة في بدايتها للأمم المتحدة وبعد ذلك مؤسسات التمويل الدولية المعروفة من قبيل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى خلاله ولذلك أقول إن المفهومة وفد على العلوم الاجتماعية من خارج أي إما من الخطاب السياسي وأشرت إلى مصدره أو من الخطاب التقني الذي يحاول أن يهندس كما تفضلت بالقول يهندس التغيير الاجتماعي في اتجاه المال ولذلك ظلت العلوم الاجتماعية أو بعض الطيارات على الأقل في العلوم الاجتماعية متوجزة دائما من هذا المفهوم ومما يحمله وراءه بل هناك بعض الطيارات في العلوم الاجتماعية تعتبر أن هذا الحديث عن التنمية هو نوع من الغلاف المظلل الذي يريد أن يعيد بناء علاقات الهيمنة بين المجتمعات التي كانت قبل مستعمرة أو البلدان التي كانت قبل مستعمرة والبلدان التي كانت تستعمرها هذا النقضة الاستعمار فعلا ولم نكن قد مررنا من وضعية استعمار مباشر إلى وضعية استعمار غير مباشر من بين الأدوات التي تبرر الإدعاء بالمرور من استعمار مباشر إلى استعمار غير مباشر هو هذه التنمية لماذا؟ لأن التنمية قدمت على أساس أنها مفتاح لتطوير المجتمعات يعني آليته الرئيسية موجودة في ضرورة اتباع الأنموذج الذي بنيت عليه المجتمعات المتقدمة أو الصناعية إلى خير ولذلك أشرت إلى قضايا التصنيع وقضايا البناء الوطني إلى خير وهذا التصنيع مثلاً أو تحديث الفلاحات أو تحديث الزراعة إلى خيره يأتي بمساعدات خارجية تأتي من البلدان الرأسمالية أو المركز الصناعي المتقدم الذي يمكن أن يقدم المعرفة كما يمكن أن يقدم التقنية يقدم التكنولوجيا يقدم النصائح يقدم المخططات إلى خيره وأذكر المخططات لأنها مهمة في تصور كيفية التنمية كانت المخططات مركزية في سياسات الكثير من الدول سياسات التخطيط كما وجدت في تونس كما وجدت أيضاً في المغرب وجدت في الجزائر وجدت في العراق وجدت في مصر وجدت في أغلب البلدان العربية في الحديث عن ضرورة اتباع مخطط تنموي وتوالت المخططات التنموية مثل السنوات وخمس سنوات وطويل المدى وقصير المدى كذلك في نقاش العلوم الاجتماعية لقضايا التنمية تحذر كل هذه المساعدة ولكن أنا أريد الآن أن أضيف بعض العناصر الأخرى للمناقشة حتى نوسع المناقشة كما أحاول أن أفعل ذلك في كل إجاباتي على أسئلتك هذا النقاش الداخلي في العلوم الاجتماعية حول قضايا التنمية لا يتم فقط ما بين مثلاً علوم اقتصاد التنمية وعلوم اجتماع التنمية وأنتروبولوجيا التنمية فقط لا بل هو يتجاوز ذلك إلى محاولة نقض المفاهيم بحديثتها ولذلك مثلاً نجد نقاشاً طويلاً ومعقداً ومركباً ومديداً في التاريخ حول مفهوم آخر يرتبط بالتنمية ويحاذيه في الكثير من الحل وأحياناً يتغلب عليه في المناقشة وهو مفهوم النمو هناك النمو والتنمية وعادة تقدم التنمية على أساس أنها مراعية أكثر لضرورة التركيم الاجتماعي ومراعاة القضايا الاقتصادية والقضايا السياسية في نفس الوقت اعتبار أن التنمية ليست مجرد تركيماً للثروة بل هي تفكير استراتيجي في خلق الثروة وتركيمها نعم ولكن كيفية توزيعها بشكل عادل هذه المناقشات أولاً تخرجنا من نوع من فهم اقتصادوي للتنمية يحصره في الجانب الاقتصادي أي تركيم الثروة وتحقيق معدلات للنمو ولكن أيضاً يشير إلى ربما إمكانية مراجعة بعض المفاهيم من بينها الآن يستخدم مفهوم في علم اجتماع التنمية هو اللانمو 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 لماذا؟ لأن المنظور الذي اشتغل به على التنمية كان منظوراً كمياً مادياً ولكن أساساً لم يراعي إمكانية استدامة التنمية حيث تبين مثلاً أن التصنيع السريع وغير المبرمج بشكل كاف يمكن أن يتحول إلى تهديد للطبيعة أي تهديد للمورد التنموي الرئيسي في كل العمليات التنموية لأن من أين تأتي أثار ورئيسياً تأتي من الطبيعة سواء في شكلها الفلاحي أو في شكل التصنيع الذي يعتمد مواد أولية تستخرج من الطبيعة وهنا أتت مفاهيم من قبيل الصناعات الاستخراجية بوصفها صناعات مهددة للتوازن البيئي ومهددة لمستقبل الأجيال القادمة إذن النقاش يتعلق بمفهوم النمو وما يمكن أن يحوم حوله ولكن أيضاً بمفهوم التنمية بحد ذاته ومراعاة ذرورة التفكير النقدي بحيث نفتر إلى إضافة عناصر نعتية للتنمية ولذلك يتم الحديث عن التنمية المستدامة التنمية البشرية التنمية الحافظة للطبيعة التنمية في معنى إيجاد ما يكفي من الموارد ولكن بشكل عادل ولذلك نتحدث عن تنمية منصفة ونتحدث عن تنمية عادلة هذه النعوت التي تضاف تبين أن المناقش داخل العلوم الاجتماعية حول قضايا التنمية مناقشة واسعة جداً مثلاً عندما نتحدث عن تنمية منصفة هناك مثال يذكر دائماً وهو مهم في اعتقاد عندما نتحدث عن الفاعلين التنمويين بوصفهم فاعلين منتجين في المجال الفلاح مثلاً يتناسى عادة أن المرأة التي تعمل في حقل العائلة حتى لا أقول حقل زوجها هي في حقيقة الأمر فاعل تنموي في معنى أنها تبذل جهداً عظلياً وتشتغل لساعات طويلة في النهار ثم تعود إلى منزلها حتى تقوم بشؤون منزلها وشؤون عائلتها هذا العمل الذي تقوم به في الحقل ليس مقدراً على أساس أنه شغل على أساس أنه عمل على أساس أنه بلد لجهل ولا تحصل على عائد من شغلها هذا لا يقدر شغلها هذا من حيث المردود وينظر إلىه كأنه مكمل لعملها المنزلي وهذا النقاش الذي يثار حول هذه النقطة يشير إلى أن من الظرور أن ننتبه إلى أن داخل العملية التنموية حتى وانحققت أهدافها هناك دائماً ضرورة للنظر إلى التنمية بوصفها منصفة لا فقط بين الطبقات أو بين الشراح الاجتماعية أو بين الجهات أو بين الأقالين بل أيضاً بين النوعين الاجتماعيين أو باعتماد المنظور الجندري هذا أمر بالغ الأهمية ولذلك تتم الآن تطوير بعض الأدوات البحثية التي تشير إلى أن قضايا التنمية تناقش من مناظير مختلفة يمكن أن نضع عليها عنواناً هو التقاطعية يعني ننظر إلى العملية إن كانت يعني منصفة لكلا النوعين الاجتماعيين ولمختلف الطبقات ولمختلف الجهات إلى آخرين وهذا هذه البحوث بالغة الأهمية لأنها تجدد نظرتنا لقضايا التنمية خاصة إذا ربطناها وهذا هو العنصر الأخير في إجابتي خاصة إذا ربطناها بما يعني اعتيد عليه القول الآن من تحقيق غايات أو أهداف التنمية البشرية أو الأهداف الألفية وهي أهداف تنموية وهو المفهوم الذي يروج كثيرا عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الـ UNDP الذي يحاول أن يدفع النقاش حول قضايا التنمية بهذه المناظير الجديدة المناظير الجندرية مناظير التنمية المستدامة مناظير العدالة الاجتماعية في تحقيق التنمية ومن بينها مثلا العدالة الصحية العدالة المناخية العدالة الجيلية العدالة المناطقية هذه المفاهيم كلها جديدة وتسهم في تطوير النقاش حول قضايا التنمية من مناظير مهمة جدا ومفيدة جدا لعلم الاجتماع لعلم الاقتصاد للأنتروبولوجيا وحتى للتاريخ الأنتروبولوجي كما يفهم على أنه ذلك الاختصاص العلمي الذي يحاول أن ينظر إلى التطورات التاريخية في المجتمعات بالنظر إلى العناصر الأنتروبولوجية المتعلقة بالتركيب الديمقرافي بالتنظيم الاجتماعي بالتركيب الاجتماعي بعلاقة بعلاقة الفاعلين الاجتماعيين بالدولة في علاقة المناطق ببعضها البعض مع إدخال عناصر أيضا ثقافية تتعلق باللغات تتعلق بالتقالي تتعلق بالاعتقادات تتعلق بالمخيال الاجتماعي إلى خير إذن أنا حاول في إجابتي أن أعطي العناصر التي تمكن من تطوير منظور ربما أكثر عصرية مما اعتدنا عليه في النقاش في علم اجتماع التنمية فرح ما قدمته دكتور يعني يجعلنا نعيد طرح السؤال حول التموقع السوسيولوجيا في ضل وضعيتها الحالية في التنمية يعني هل لها قيمة هل لها قيمة يعني في يعني أن تستثمر في التنمية أم لا لأن ما قدمته من تحليلات يفيد بأن السوسيولوجيا أو توضيف السوسيولوجيا في التنمية أمر مهم وضروري جدا لأنها تركز على أبعاد لا يركز عليها رجل تقنية ولا رجل الذي يعتمد على المقاربة المادية فقط فالسوسيولوجيا تركز على جوانب تهملها مقاربات أخرى ولكن هل تستثمر السوسيولوجيا عربيا في التنمية أم أن مكانتها لا تزال بعيدة كل البعد عن التوضيف التنموي هذا الصباح كنت في ندوة هنا في تونس وكنا نتحدث عن الرعاية الصحية ومن بين الملاحظات التي قدمتها قلت أنا أستغرب لأن هيكلة الرعاية الصحية في تونس يعني وضارة الصحة بإدارتها المختلفة ثم بعد ذلك نجد إدارات جهوية للصحة في كل ولاية في تونس نتحدث عن ولايات أي في معنى المحافظة أو في معنى العمالة بالنسبة إلى المغرب تقريبا يعني هي تقسيمات مناطقية جغرافية إدارية قلت أنا أستغرب كيف لا توظف الإدارة الجهوية للصحة أي إدارة جهوية للصحة لا توظف عالم اجتمام يعني غريب كيف كيف تريد أن تبرمج لمخططات صحية وأنت لم تنتدب باحثا في علم الاجتماع حتى يبين لك ما كنا نتحدث فيه نفس الشيء بالنسبة إلى الإدارات الجهوية للتعليم نفس الشيء بالنسبة إلى الإدارات الجهوية للفلاحة نفس الشيء بالنسبة إلى الإدارات الجهوية الأخرى التي تتعلق بقطاعات التلموية أخرى مثل الصناعة مثل المناجم مثل الطاقة إلى آخرين يعني هذا المثال يدل على أن في حقيقة الأمر العلاقة ما بين المعرفة السوسيولوجية وصاحب القرار علاقة ملتبسة وفيها نوع من الإنكار لإمكانية إضافة المعرفة الاجتماعية بصفة عامة وعلم الاجتماع بشكل خاص بما أننا نركز عليه في مناقشتنا هذه دو أن العلم الاجتماع دورا بالغ الأهمية بل محدد يعني هو محدد لماذا؟ لأن ما نراه من خلينا نستعمل كلمة مخففة شوي إخفاقات التنمية في البلاد العربية أو في بلادنا المعروفة يعني يعود أساسا لعدم توظيف المعارف المعارف بأكملها المعارف الاجتماعية المعارف الاقتصادية كما يجب أن تكون إلى خير والمعارف التاريخية المعارف الأنتروكولوجية المعارف الديمغرافية إلى خيره هذا المثال الذي استمده من واقعة قريبة جدا هذا الصباح كنا في نقاش هنا حول الرعاية الصحية كما قلت يدل على أن من الضروري تغيير استراتيجي في كيفية تصوري مخططات التنمية وهذا الأمر مهم لماذا؟ من جانب آخر يعني لأن كلنا نعلم أن في الكثير من البلاد العربية خرجوا علم خرجوا علم الاجتماع يعانون البطالة ولا يوظفون على أساس استغلال معارفهم أو توظيف معارفهم فلنا كليات بأكملها بمدرسيها ومكتباتها وإداريها وطاقمها التقني إلى آخره تشرفوا على عملية مستمرة لسنوات ممتدة بل لأجيال الآن في تكوين خرجين في علم الاجتماع وبعد ذلك إما تترقفهم شوارع البطالة أو ما يسمى بقوارب الموت في تلك الهجرة التي تسمى غير شرعية في الهجرة النظامية أو يعني يضطرون للقيام بأعمال ليست مما تكونوا فيه وربما تكونوا بعيدة عن أهوائهم وعن رغباتهم إلى خيره في نفس الوقت مع كل هذا الهدر ماذا نجده؟ نجد إدارات للصحة والتعليم والتنمية والصناعة والزراعة والفلاحة إلى خيره لا توظف هؤلاء في حين أنه كان من الممكن أن نستغل معارفهم وأن نطورها وهذه المعارف يمكن أن تتطورها بالبحوث الميدانية إلى خيره وهذا أيضا يؤثر حتى في طبيعة التكوين في الجامعة هذا الانفصال ما بين الفعل التنموي كما يحدث وبصرف النظر عن تقديرنا له وتقييمنا له وكيفية تدبيره والتعليم الجامعي يعني نوع من الطلاق البغيث جدا ما بين مؤسستين أو ما بين مسارين اجتماعيين من المفروض أن يتلاقيا حتى نوفر على الجامعات الهغر وحتى نحسن أكثر على الأقل تدبير فعل التنمية أو سيرورات التنمية أو مخططات التنمية وهذا شيء بغيظ إلى حد كبير لأنه يشير إلى نوع من يعني اسمح لي بالكلمة نوع من العماء الاستراتيجي وعدم القدرة على رؤية الأشياء كما يجب أن تكون وهو أمر مؤسف لأن الأجيال المختلفة يعني من المتكونين في علم الاجتماع لا تعرفوا واقعها أو واقعها الاجتماعي أو واقع بلدانها ولذلك حتى التكوين الجامعي يشكو الكثير من النقائص فيتحول إلى تكوين نظري يتحول إلى تكوين تلقيني يتحول إلى تكوين لا يرتبط بالميدان لا يرتبط بالحقار الاجتماعية القائمة لا يتدرب الطالب جيداً على كيفية البحث في الأرشيفات كيفية البحث الميداني وكل هذا ينقص من قيمة التكوين من جهة ويضعف فعل علم الاجتماع أو دور علم الاجتماع في المخاططات التنموية ويستمر هذا لا فقط في المستوى الأول التكوين الأساسي بل أيضاً يستمر في الماستر ويستمر أيضاً في الدكتوراه وهذه يمكن أن تكون عناصر أخرى للتفكير في سؤالك السابق حول التكوين الدكتورالي واحد من الأسباب هو أنه في حقيقة الأمر الطالب لا يتكون على أساس قضايا اجتماعية ملموسة حقيقية موجودة في الواقع يراها ويختبرها منذ سنوات تكوينه الأولى إلا بالنسبة إلى المؤسسات التي تحرصوا على النزول إلى الميدان وإقامة دورات التكوين والتدريبات الميدانية إلى آخر نعم دكتور إذن دكتور سنقف عند سؤال ختامي ما هي اقتراحاتكم وضمنياً رسالتكم من أجل النهض بما كانت علم الاجتماع في البلدان العربية والإسلامية نظرياً وعملياً لكي يقوم بوظيفته العلمية والمجتمعية في نفس الواقع لأنه صراحة ما تقدمتم بها يفيد بأننا لم نستفد ولو نظراً يسيراً من هذا العلم ربما نحتاج إلى تنسيب شوي هذا الاستنتاج لتك موجود يعني موجودة بعض الاستفادات ولكن ليست كافية ولكن أنت بسؤالك تحملني مسؤولية يعني كبيرة جداً لا أريد أنا عادة لا أريد لا أن أنصح ولا أن أوجه ولكن ربما أقدم اقتراح أول اقتراح وأنا جاد فيه وأعتبره أساسياً يعني أنا الآن يعني مبتهج كثيراً إلى لوجود هذا العدد المترجم جداً من المتابعين المباشرين نحن في حدود 24 و 25 شخص هذا 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 مثال حي لكيفية العمل على ما يمكن أن نسميه فرض وجود علم الاجتماع في الواقع الاجتماعي إقامة الندوات الإكثار من الندوات الإكثار من البحوث الإكثار من المجلات الإكثار من النشر طبعاً مع مراعاة المستوى ومراعاة الجودة والعمل على التجويد ويعني عمل كل واحد مننا على أن يجود فعله ويجود انتجه إلى خيره هذا أمر بالغ الأهمية بل مصيري بالنسبة إلى العلم لا يجب أن نتخيل أن وجود هذا العلم يعني أمر يعني كيف أقول أمر بديه لا ليس بديهياً يمكن أن يصل الأمر إلى ما وصل إليه في بعض البلدان الأخرى وأريد هنا أن أعطيه بعض الأمثلة في اليابان وزير يبدو لأنه وزير مقرب من المجالات الفكرية والمجالات العلمية والمجالات التعليمية تسأل بكل بساطة ما قيمة علم الاجتماع هذا نحن لسنا في حاجة إليه نفس هذا المحتوى قيل بطرق مختلفة لدى قادة سياسيين آخرين من بينهم الرئيس البرازيلي السابق بولسوران قال ما فائدة هذا العلم ليس له أي فائدة أنا أريد أن أشير إلى أن القرار السياسي السلطوي يمكن أن يصل إلى حد إنكار قيمة هذا العلم بل إنكار شرعية وجوده أصلا وهذا أمر يعني يعيد إلى الأذهان كل ذلك الكلام الذي نقوله على علمنا نحن بحد ذاتنا نحن نعلم أنه علم مزعج نحن نعلم أنه علم كاشف للحقائق نحن نعلم أنه علم يساعد على التفكير النقدي نحن نعلم أنه علم ينزع الأقنعة كما يقال في تلك الجملة الشهيرة ولذلك يجب أن نكون حارسين على شيئين أولا تجويد هذا العلم وتطويره بالبحث بالدراسة بالدراسة الجدية بالانكباب على يعني تطوير المهارات الخاصة وتطوير المهارات الجماعية إلى خير ومن جهة أخرى الدفاع على هذا العلم بأكثر ما أمكن من القوة وأكثر ما أمكن من الإقناع وأكثر ما أمكن من الشرعية ولذلك أنا ضربت مثال ندوتنا مثال ندوتنا البسيطة هذه ويمكن أن تكون مثالا جيدا نحن نتناقش وإن لم تتحى ربما الفرصة للمشتركين حتى يناقشوا بشكل كبير يعني نتبادل وجهات النظر نتعرف على تجارب بعضنا البعض نشير إلى إنجازات علمنا إلى ما يمكن أن يفيد به وهذا أمر بالغ الأهمية في اعتقادي أنه يمثل اللبنة الأساسية فيما يمكن أن نسميه استراتيجية دفاع عن العلم وعن وجوده وعن تطوير موقعه في المجتمع ولكن مرة أخرى هناك حقيقتان ثابتتان دائما لا تطوير للمعرفة من دون تجويدها ومن دون تطويرها من ناحية أخرى لا تطوير لهذه المعرفة من دون الدفاع عنها دفاعا يعني مستميتا يدافع عن شرعيتها ويبين حقيقة وجودها وأهميتها ولذلك يجب أن ننتبه أيضا إلى أدوارنا نحن في المجتمع إلى مسؤوليتنا المجتمعية إلى مسؤوليتنا المدنية تجاه لا فقط الدولة وأصحاب القرار والماسكين بزمام السلطة من حيث التوجيه ومن حيث النقد ومن حيث الانتقاد حتى ومن حيث بيان سوء الاستراتيجيات إلى خيره ولكن تجاه المجتمع المدني مثلا ومنظماته وجمعياته وتجاه أيضا الجماعات الاجتماعية بسبة عامة سواء كانت مجموعات منظمة أو جماعات إثنية أو جماعات جهوية أو جماعات قبلية إلى خيره فيما أشرت إلي أنت من هذا الفعل السوسيولوجي الذي يواكب التغير الاجتماعي والذي يواكب الفعل الاجتماعي وبذلك نكون في نمط من السوسيولوجيا العمومية نمط من السوسيولوجيا التدخلية في نمط من السوسيولوجيا التي تقام مع الناس ومن أجل الناس يعني نحن عندما نذهب إلى الناس ونسألهم ونحصل على معطية من عندهم نحن نقوم بعمل معهم ولكن يجب أن نعيد هذا العمل إليهم ونناقش معهم نتائج البحوث حتى يسهموا في تصويبها من جهة وحتى نسهم نحن فيما يمكن أن يتطور لديهم من إمكانيات الدفاع أو إمكانيات المدافعة أو إمكانيات تحصيل حقوقهم أو تحصيل ما قد يكونون جردوا منه أو حرموا منه نحن نسهم بذلك في التمكين الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتمكين السياسي وحتى التمكين الثقافي لهذه الفئات التي نبحث معها ومن أجلها كما قلت نعم دكتور شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلات القيمة صراحة لم نحس بالوقت لكنه مضى سريعا شكرا على هذه المقترحات التي نأمل حقا أن تجد آدانا صاغية خاصة وأن العلم الاجتماعية كما قلنا لا لا تحتل في بلادنا تلك المكانة التي تستحق في الوقت الذي نجدها في مجتمعات أخرى يعني تحتل مكانا محوريا ومركزيا في هندسة السياسات التدخلية والتدبيرية في مختلف القطاعات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية وحتى الرياضية لكن للأسف الشديد في الوقت الذي تتطلع بهذه العلوم بهذا الدور وبهذه الرسالة العلمية والمجتمعية يعني نجدها في مجتمعاتنا يعني بدون تلك القيمة التي نأمل أن تتغير وإلى هنا نصل إلى نهاية هذا اللقاء العلمي الماتع مع السيد البحطرم مونير السعداني شكراً اسمح لي بعض الكلمات حتى أشكرك شكراً جزيلاً على إدارتك الجميلة للحوار وأن أشكر عبدالغني الفقيه الذي نسق هذا العمل وأن أشكر كل من تفضل بمتابعتنا الحقيقة يعني أنا لم أزل المغرب منذ سنوات وأنا أشتاق كثيراً إلى المغرب تعلمون جيداً أني أحب ذلك البلد واستمتعت متعة كبيرة جداً بوجودي بينكم مرة أخرى تحية إلى أكاديمية نماء تحية لك أنت وتحية لمن تفضل بمتابعتنا وتحية إلى كل أهلنا في المغرب شكراً جزيلاً حفظك الله دكتور وقد اشتقنا لكم كذلك وإلى دمك الرائع شكراً جزيلاً دكتور وشكراً لأعزائنا المتابعين ترقبونا إن شاء الله في لقاءات علمية قادمة وإلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء برسول